أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العائد المادي لمصر من قطاع السياحة خلال العام الماضي كان الأعلى في تاريخ البلاد كما أوضح مدبولي أن الدولة لديها استراتيجية للتوسع في خطوط الطيران لتعزيز قطاع السياحة حاليا ومستقبلا عام 22 الذي انتهى في ديسمبر الماضي كان عندنا 11.7 مليون سايح نحن في 2019 اللي تعتبر كانت أحد من أفضل السنين في تاريخ مصر قبل ما نبدأ موضوع كورونا كنا بنتكلم في 13 مليون سايح لكن حقيقة السنة اللي فاتت العائد المادي اللي جالنا بالدولار من 11.7 هو كان الأعلى في تاريخ مصر لكن الأهم وده اللي ان شاء الله بإذن الله لأن ده كان شغل الدولة إن إحنا بنستهدف هذا العام زيادة عام 23 بإذن الله 28% يعني بنتكلم على إن شاء الله إن شاء الله 15 مليون سايح وده الحقيقة برضو مجاش لمجرد إن إحنا بنقول قص الظروف جت وخدمتنا لا فيه كان جهد وفيه كان طلبات الدولة اشتغلت عليها حد لحضراتكم على سبيل المثال رفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية إحنا عملنا نقلة كبيرة جدا في المطارات أنشأنا مطارات جديدة مطار العالمين سفينكس ومطارات أخرى مناطق جديدة بنفتحها لهذه التوسعات بنرفع كفاءة كل مطاراتنا حضراتكم شوفتوا شرم الشيخ والغردقة ومناطق أخرى مطار القاهرة النهاردة ومطار لؤسر تحت التطوير علشان نرفع كفاءتهم لكن كان هناك طلب مهم جدا إن إحنا كدولة وحقولها كده بطريقة مهزبة إن اللي كان بيتحكم في حركة السياحة اللي بتيجي لنا والأعداد الأوبريتورز أو المشغلين العالميين وخطوط الطيران اللي بتنقل لنا لإن كان قدرات مصر الطيران ما تكفيش لوحدها هذا الموضوع عشان كده كانت الاستراتيجية اللي نفذناها مع وزير الطيران ووزير السياحة إن إحنا نتوسع في عدد الطيرات وكمان مش فقط عدد إن كان هناك طلب واضح إن تبقى هناك ما يطلق عليها اللو كوست فلايت أو اللي هي الخطوط التكلفة الأقل وده اللي حصل من خلال أحد أزرع شركة مصر الطيران توسعنا فإنها تأجر عدد كبير جدا من الطيرات ضعفة العدد اللي عندها وده اللي الحمد لله مكننا النهاردة وبقى عندنا الرؤية إن إحنا يبقى نوصل للخمستاشر مليون سايح هذا العام ونقدر نزود عن كده